صولات وجولات تنكس فيه شعارات الارهاب ورموزه واوليائه العابثون الى قاطع الطارمية بمدهمة تكتيكية حربية ضد تنظيم داعش وفلوله في منطقتين الطابي وبساتين السهل يفتح القائد العام للقوات المسلحة صناديق الخبرة المخابراتية وبمعلومات دقيقة تستهدف احدى دور الارهابيين بتنسيق بين قيادة عمليات بغداد والقوة الجوية وطيران الجيش وتفاعل اللواء التاسع والخمسين الفرق السادسة في العشرين من شباط 2021 وثقت وحدة دراسات العراقية في مركز الروابط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية العملية العسكرية والأمنية في الميدان لتكشف عن النتائج التالية أولا القضاء على الارهابي شكر ساهي داود سلمان المشهداني المكنى بأبي هاني والي طارمية ثانيا القضاء على الارهابي أبو حاتم المسؤول العلامي لقاطع الفلوجة ثالثا القضاء على الارهابي صحيبون المكنى أبو مصعب رابعا القضاء على عدة من الارهابيين العاملين في قاطع الطارمية يدخل الكاظمي رأس حربة في مواجهة الارهاب الذي يتكوم على مفاتيح بغداد من مدن ومناطق تضج بالخلايا النائمة ليكسر ظهره بعد أن كان الذعر والخوف سيد الموقف هنا الأثر الميداني تميزت هذه الصولة الأمنية بعدة معاني وأعطت انطباعا ميدانيا أولا تعزيز الأمن في قاطع طارمية مخبأ الارهابي خلال الفترة الماضية ثانيا تواجد رئيس الوزراء ميدانيا حرصا منه على تنفيذ المواجهة ضد قيادات الارهاب بدقة ونجاح ثالثا أهمية المعلومات الاستخبارية التي صنعت نجاحا كاملا بخطة أمنية محكمة رابعا التوغل في جسد التنظيم وصناعة الخرق الأمني والنجاح في إدارة العمليات الخاصة خامسا أثر العملية على القواطع القريبة من بغداد وحماية مفاتيح العاصمة من مواجهة قادمة سادسا التلاحم بين القيادات الأمنية ومقاتلية الحجد العشائري يصنع دافعا وجدانيا للتواصل الشعبي والتلاحم مع الأمن سابعا قطعوا رأس الزخم للتنظيم الإرهابي وأضعاف أدواته وتواصله مع أبناء الشعب العراقي مفاتيح بغداد الأكثر أهمية للعاصمة واستقرارها يستغلها الإرهاب طيلة الأوقات الماضية لكن التحدي المواجهة قلب موازين المعادلة بما يخدم أمن وتلاحم العراقين ترجمة نانسي قنقر